يجب أن يوجه هذا السؤال للتحالف الدولي للحرب على الإرهاب وخاصة على داعش أي نوع من الحرب على الإرهاب تجري بمجرد ضربات جوية أدت إلى انتشار داعش أفقيا في العديد من المناطق خاصة وأن النظام يتراجع أمامها ينسحب يسلمها المناطق منطقة فوق منطقة وأيضا مستودعات السلاح وآخر ما حدث ذلك كان في تدمر أمام أنظار العالم حيث تراجع النظام على محور حمص وتراجع على محور دمشق وسلم لها ثاني أكبر مستودعات السلاح في سوريا هذا يقتضي سؤال كبير عن مدى جدية الحرب على الإرهاب ويبرهن للمرة الألف أن الجيش السوري الحر والثورة السورية والشعب السوري هم أول من يتولى حرب داعش والحرب على الإرهاب لكن للأسف ما زال الشعب السوري وحيدا في معركته الكبرى ضد إرهاب داعش أولا وضد إرهاب النظام ثانيا وسؤال كبير آخر لماذا لا تستمر أي هدنة على الأرض أيضا أستاذ جورج يعني كون أنك تتحدث عن الذراع العسكري للإئتلاف أو الممثل العسكري للإئتلاف على الأرض سمه ما شئت لا يستطيع لربما الحفاظ على هدنة معينة من الأطراف التي لا تريد استمرار الهدن على الأرض أي نوع من الهدن يجري الحديث عنها؟ إذا كنت تعني في المفاوضات التي جرت بشأن الزبداني وشأن كفريا والفوعة نحن نقول أن هذه الهدنة مجرد وقت ليكسبه العدو الإيراني والنظام السوري للأسف لم يكن في هذه المحادثات أي مصلحة للشعب السوري لإنقاذ حياة السوريين إن كانوا في كفريا والفوعة أو كانوا في الزبداني إنما كان المطلوب هو تنفيذ مخطط إيراني من أجل تغيير سكاني في كل من المنطقتين هل يمكن لأحد؟ هل يمكن لوطن سوري أن يقبل في هذا التنظيف لكل منطقة وإعادة ترتيب السوريين وفق انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الطائفية؟ لذلك رفض هذا المشروع من أساسه تمام وسبب رفض المشروع الروسي أستاذ جورج كان هناك اجتماع بين خالد خوجة كما تعلم ويعني الوفود الروسية السياسية الرئيسية التي التقى بها في موسكو تحديدا أين هو الائتلاف الآن من وجهة النظر الروسية؟ حقيقة أنا كنت ضمن الوفد قبل يومين في موسكو وأجرينا مباحثات جادة هناك وجدية مع المسؤولين في وزارة الخارجية من الوزير لافروف إلى مساعده السيد بوغدانوف وبقية فريق العمل ولمسنا تفهما من الجانب الروسي للمرة الأولى لطروحات الائتلاف خاصة في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى هي عدم موجود بشار الأسد في أي حل سياسي لسوريا لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا لأن ذهاب بشار الأسد ضروري من أجل فتح صفحة جديدة لسوريا جديدة يشترك في بنائها كل السوريين النقطة الثانية التي طرح الائتلاف وهي كيف يمكن لنظام يمارس الإرهاب كل يوم يقتل مواطنيه في أسواق الخضار وفي أماكن سكنهم يتراجع ويسلم المناطق لداعش لا يقيم أي نوع من الحرب الحقيقية مع منظمة إرهابية عالمية مثل داعش كيف يمكن له أن يكون شريكا في عملية مناهضة الإرهاب ومقاومته كان تفهم الجانب الروسي معقول لكن نعتقد أن ما زال هناك مراحل يجب أن يقطعها الموقف الروسي والموقف الإيراني من أجل أن تستقيم الأمور لولادة حل سياسي حقيقي يمكن أن يقف على قدميه على الأرض السورية لماذا شدت أستاذ جورج على أن روسيا لأول مرة يعني تبدي تعاونا أو تستمع للائتلاف شدت على أنها المرة الأولى ما الذي اختلف؟ حقيقة أنا شخصيا شاركت في لقاءات مع الجانب الروسي منذ عام 2012 كنا دائما نجد لغة أكثر حدية في الوقوف وران النظام السوري نعتقد أن السبب الأساسي هذه المرة يعود إلى مجريات الأمور داخل بلدنا في سوريا من جهتين من جهة الانتصارات التي تحققها قوى الثورة في أكثر من مكان وخاصة في الفترة الأخيرة حوالي غطة دمشق وكذلك في سهل الغاب كذلك إلى حالة التردي والتفكك الواقعة في أطراف النظام حيث بدأت حاضنته الاجتماعية تلفظه من لم يسمع في المظاهرات التي خرجت مؤخرا في كل من طرطوس واللاذقية تحول النظام إلى مجرد عصابات وفقد الروس والإيرانيون أي أمل بإعادة تأهيله لذلك لا بد من إعادة نظر ونعتقد أن السياسة الإيرانية والسياسة الروسية تحتاج لإعادة النظر هذه وهي في صددها يعني تقصد أن التقارب الروسي مع الائتلاف إن صح التعبير في وجهات النظر هو سببه التباعد أو الابتعاد على النظام وليس التقارب من الائتلاف بالأساس يعني وجهات النظر هناك وجهات نظر مشتركة ما هي النقاط المشتركة الآن ما بين الروسيا والائتلاف أستاذ جورج دعني أفهمها منك إذا سمحت لي سبب ذلك أن فقد حلفاء النظام في طهران وموسكو أي أمل في إعادة تأهيله النظام بالنسبة لهم ذاهب إلى نهايته إذن لا بد من النظر إلى الشعب السوري من أجل بناء شراكة حقيقية لمستقبل سوريا ومن أكثر من الائتلاف من قوى المعارضة مؤهل لذلك السياسة الروسية التي تجاهلت الائتلاف أو بالأحرى حاولت أن تضع الائتلاف بالتوازي مع بقية الشخصيات والأطراف المعارضة الأخرى الآن تكتشف أكثر فأكثر أن الائتلاف هو الأكثر تأهلاً لأن يلعب هذا الدور لأسباب عديدة كانت موضع نقاش على الطاولة بيننا وبين الجانب الروسي من الحديث الذي قاله أستاذ خالد خوجة أيضاً في لقاءاته أمس وكافة التصريحات كانت تقول بأنه يجب مكافحة الأرهاب ولكن لا يمكن أن يعمل الائتلاف مع النظام السوري النظام السوري مدعوم بالشكل الرئيسي كان من روسيا كما تفضلت نعم كما تفضلت مع الدعوم من روسيا وكما تفضلت قبل قليل هي المرة الأولى التي لربما يلاقي فيها الائتلاف ترحيباً بأي اقتراح أمام روسيا لماذا العمل مع روسيا وعدم العمل مع النظام أليست روسيا والنظام بالنسبة للإتلاف في بوتقة واحدة منذ البداية أستاذ جورج من الظلم أن نتحدث كذلك النظام أصبح شيئاً من الماضي أما روسيا هي قوة إقليمية ودولية ذات فعالية وبالتأكيد لها عقدة من المصالح والعلاقات علينا كسياسيين أن نهتم في أن نجمع عناصر القوة من كل الأمكنة ونحن أيضاً لاقينا باحترام عندما تحدث الروس أنهم غير معنيين ببشار الأسد كشخص إنهم معنيون بوحدة سوريا أرضاً وشعباً ومعنيون بالحفاظ على مؤسسات الدولة قلنا هذه نقطة مشتركة بيننا وبينكم نحن أيضاً معنيون بوحدة سوريا ومؤسسات الدولة وإن استمرار بشار الأسد أي يوم أكثر من ذلك يشكل تهديد حقيقي على وحدة سوريا الأرض والشعب وتهديد حقيقي على تماسك بناء الدولة ومؤسساتها يعني الاتلاف الوطني السوري الآن أقوى بكثير ويستطيع فرض رؤية سيد جورج على الأرض لا أريد أن أتحدث عن الاتلاف وأنا عضواً به لكن لا أحد يمكنه أن يشك أن الاتلاف هو العمود الفقر للمعارضة السورية وإلا كيف استحق أن يمثل الشعب السوري في مؤتمر جينيف 2 كيف استحق أن ينال اعتراف أكثر من 114 دولة في مؤتمر فاس الاتلاف الوطن السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية هو الجهة المعارضة الوحيدة التي تقيم علاقات منظمة مع قوى الداخل القوى الثورية القوى العسكرية المقاتلة والقوى المجتمعية أيضاً لذلك يمكنه أن يعبر على أنه الممثل الحقيقي لقوى الثورة والمعارضة وهكذا تتعامل معه معظم دول العالم ترجمة نانسي قنقر